هنا وفي المدينة السياحية بالحبانية تستأنف عجلة الحياة دورانها بعد أن توقفت بسبب جائحة كورونا وقرارات خلية الأزمة لتستقبل المدينة زوارها من جديد إجراءات الوقاية الصحية التي اتخذت في الأشهر السابقة اختفت ملامحها رغم المطالبات بالالتزام المدينة السياحية فتحت أبوابها أمام الزائر الكريم بعد انقطاع دام أكثر من ستة أشهر بسبب جائحة كورونا بمعدل دوام 25% حسب كتاب خلية الأزمة تستقبل المدينة السياحية بالحبانية تقريبا من 10 إلى 15 ألف زائر أسبوعيا المدينة السياحية توفر كل الخدمات التي عندها أمام الزائر الكريم العوالي العراقية وجدت متنفسا لها في المدينة السياحية وسط مطالبات بتخفيف الإجراءات الوقائية التي أثقلت كاهلهم وأثرت على سير الحياة على حد وصفهم اليوم المواطن العراقي لما وجد هذا المتنفس بعد فترة جائحة كورونا من الوضع النفسي هو اللي جاء إلى هذه الأماكن السياحية فعلا هنا المفروض أنه يلتزمون بالقرارات خلية الأزمة والوقاية من هذه الأمراض لكن الوضع النفسي للمواطن لازم يخرج من بيته يطلع يشوف ناس حتى يعالج حالته النفسية تعد المدينة السياحية من أهم المرافق السياحية في العراق والتي افتتحت أوائل الثمانينيات القرن الماضي إلا أنها تعرضت للخراب والدمار بسبب الإهمال وتدهور الوضع الأمني فيها كما أن المشاريع إعادة إعمارها وتطويرها تأخرت ما يستوجب تدخلا حكوميا لإحيائها مدينة السياحية عانت ما عانتها لأنه كانت منطلقة بحملة إعمار كبيرة وعليها التزامات مادية مع المقاولين والشركات اللي عملت بالمدينة السياحية والحمد لله والشكر قدرنا نبادر مع رئيس مجلس النواب ومع قائد عمليات الأنبار بفتح المدينة السياحية من قبل ثلاثة أيام وبدأ نستقبل السوع مختصون يرون أن إعادة إعمار وتطوير المرافق السياحية في محافظات العراق سيجعل منها مورداً اقتصادياً هاماً يدر أرباح اقتصادية كبيرة تضاف لخزينة الدولة يؤمل من استثمار المشاريع السياحية في الأنبار أن يسمى في تحسين الواقع الاقتصادي في المحافظة ويجعلها نقطة جذب للسياح من مختلف مدن العراق بعدما شهدت فترة من الاضطرابات الأمنية والصحية محمد جميل الحرة مدينة الحبانية